اشتركوا في القناة وفدى حفظه الله ورعاه لما يليه جلالته من رعاية مباشرة ودعم مستمر لكافة الأعمال الخيرية والإغاثية وتقديم المساعدات للشعوب والدول الشقيقة والصديقة وأكد رئيس مجلس الشورى أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقرة وبمساندة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله حرصت على وضع وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والخطط الحكومية التي تدعم وتساند العمل الخيري والاجتماعي بما يضمن العيش الكريم لجميع المواطنين وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالمسؤولية الوطنية والدور الذي تطلع به العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية لترسيخ قيم ومبادئ العمل الخيري منوها في هذا السياق بجهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وما حققته المؤسسة من نجاح باهر منذ تأسيسها والبدء في تنفيذ برامجها الخيرية المتعددة ورعاية الأراملي والأيتام